اهلا بكم في فقراتنا من مقالات الصحف لهذا اليوم ونبدأ جولتنا من مجلة الإيكونوميست البريطانية التي خصصت ملفا لخطر الانهيار المحدق بالعراق وبدولته المركزية بسبب تفشي وباء كورونا والميليشيات والاقتصاد فتقول لو كان الفيروس هو مشكلة العراق الوحيدة لكان ذلك كافيا لكن للأسف الدولة شبه مفلسة نتيجة خفاض حاد في أسعار النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الإرادات الحكومية كما أن وضعيتها السياسية في حالة فوضى حيث لا تستطيع الأحزاب الاتفاق على رئيس وزراء جديد والميليشيات العراقية أصبتها حالة من الجنون في حين تركز الولايات المتحدة وإيران التي ساعدتها العراق على تخطي الأزمات السابقة على محاربة بعضهما البعض هذا الوضع يزيد من مخاوف انهيار الدولة بحسب مسؤول عراقي تتحدث الإيكونوميست بالتفصيل عن الوضع العراقي المقلق فتقول الآن تريد بعض الميليشيات الاندماجة في الجيش العراقي فيما اختار المزيد من المسلحين طريقهم الخاص كما أن هناك علامات على وجود مشاكل داخل الميليشيات وحيث بدأت تتصرف الجماعات المنشقة عن الميليشيات كالعصابات الإجرامية وتدق المجالة تناقص الخطر وتستخلص فتقول في غياب وجود زعيم وفي ظل انشغال القوى الخارجية بمصالحها الخاصة فليس من الواضح من الذي سيحافظ على وحدة العراق إذ من المرجح أن تستأنف الاحتجاجات بمجرد انحسار تفشي الوباء وقد يختلف السياسيون والمحللون حول كيفية انهيار العراق لكن الكثيرين يعتقدون أنها مسألة وقت فقط موسيقى 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 كل أو ستؤكل بهذا العنوان المثير اختارت مجلة ديرش بيغل الألمانية التطرقة للحرب التي وصفتها بالقذرة الجارية حاليا بحثا عن معدات الوقاية من فيروس كورونا حرب عالمية شريسة تدور روحها بشأن الكمامات واجهزة التهوية ومعدات الوقاية حيث قامت الدول الغنية بمزاحمة فقراء العالم للحصول على إمدادات قليلة أصبح الكل في أمس الحاجة إليها لكن على المدى الطويل يمكن أن تنقلب هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الدول الغنية على أصحابها وتعود عليهم بنتائج عكسية لقد أدى انتشار الفيروس في جميع إنحاء العالم إلى احتدام المنافسة في السوق حيث تم التخلي عن العديد من القواعد المتعرف عليها وتم استبدالها بما يبدو أنه قانون الغاب وتضيف ديرش بيغل أن هذا الوضع دفع منظمة التجارة العالمية إلى تنبيه المجتمع الدولي بضرورة التصرف بطريقة حرة ونزيهة وتراعي شروط المنافسة وعدم التمييز وتنأى عن أسليب القرصنة فتقول كل أو ستؤكل هذا ما تعنيه رأس مالية كورونا 2020 ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي فرضت حظرا على تصدير المنتجات الطبية بل قامت أيضا ستون دولة أخرى بتقييد الصادرات كما دفعت العديد من الحكومات مصنعي السيارات أو الأسلحة لتخصيص خطوط إنتاج للمعدات الطبية لكن المصانع لا تواكب الطلب ولتلبية حاجة السوق يتعين عليهم شراء المنتجات في الصين أكبر منتج للسلع المتاحة عالميا وتتساءل ديرش بيغل عن المخرج من هذه الأزمة فتقول من غير الواضح من الذي سيخرجنا من هذه الورطة إذا لم يصلح السوق الموقف على النقيد من عام 2009 بعد انهيار بانك ليمن برادرز عندما قررت دول مجموعة العشرين عدم تنفيذ تدابير الحماية على اقتصاداتها فإن الولايات المتحدة والعديد من الأوروبيين بالكاد ينظرون إلى موراء حدودهم وسط هذه الأزمة موسيقى 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 ونختم من جريدة لومود الفرنسية التي خصصت مقابلها رئيسيا لمعضلة إعادة فتح الحدود الأوروبية فتقول نفذت معظم البلدان ضوابط صحية وقيودا على التنقل عندما أدركت أوروبا أنها أصبحت مركزا للوباء لكن العودة إلى منطقة الشانغان يعد أمرا صعبا أدى انتشار الفيروس إلى تعليق ما يعرف بأوروبا بدون جواز صفر هل سيكون من الممكن إحياء منطقة شانغان التي مرت من امتحان صعب عام 2015 و2016 أثناء أزمة الهجرة نعم تقول مفاوضية بريكسل إلا أن مصدرا ديبلوماسيا يشكك مؤكدا الجانب الفوضوي تماما للوضع الأوروبي الحالي وتواصل الجريدة بشأن معضلة إعادة فتح الحدود التي تؤرق ساسة الأوروبيين فتقول مصير هذه الإجراءات التي هي مبدئيا موقتة يجب أن يناقش في قمة أوروبية مقبلة بموازات مع المفاوضات المكثفة بشأن الجواب الاقتصادي على الأزمة تتمنى باريس أن يتم اعتماد سلسلة من المبادئ مثل عدم إغلاق الحدود وتبادل أفضل المعلومات بين العواصم الأوروبية لكن الإليزي يقول أنه يدرك أنه لن يكون من الممكن التحرك نحو تنسيق تام بين الدول الأعضاء بسبب الدورات المختلفة لهذا الوباء على أراضيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة